أفادت توسائل أعلام إسرائيلية أن نتنياهو أكد لأعضاء حزبه أنه يدفع باتجاه هجرة طوعية لسكان غزة إلى بلدان أخرى وخلال كلمته أمام الكنست الإسرائيلي أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بان يمين نتنياهو أنه لن يتمكن من تحرير المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة بدون ضغط عسكري وأضاف نتنياهو أن التصعيد في قطاع غزة بعيد عن النهاية نافيا ما وصفته بأنها تكهنات إعلامية خاطئة بأن حكومته قد تدعو إلى وقف العمليات وقد أشار نتنياهو إلى أن القوات الإسرائيلية ستكثف عملياتها خلال الأيام المقبلة منوها إلى أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا كما أضاف خلال كلمته أنه أطلق عائلات المحتجزين صيحات استهجان ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي وردد ذوي المحتجزين الذين حملوا لافتات وصوروا لأبنائهم الآن ردا على قول نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى مزيد من الوقت وقد حمل الأهالي لافتات كتبوا عليها عبارات 80 يوما كل دقيقة جحيم وماذا لو كان ابنك؟